اشتركوا في القناة وحركة الجسم اللي كنت بتكلم فيها كل دي مفاهيم مهمة جدا مهم جدا يا جماعة واحنا بنتكلم في التحكيم لازم نكون متابعين ونشوف المفاهيم الجديدة ونشوف التوضحات اللي بيصدرها الاتحاد الدولي وبيصدرها كمان الايفاب لان التعليمات الجديدة دايما بيبقى فيه update ودايما بيبقى فيه تفاصيل جديدة الناس بتتكلم عليها وانا بأكد تاني نفس الجزئية الكورة لما بتيجي من لاعب وبتروح للاعب زميله وتيجي في دي لازم يكون فيه حرقة إضافية لازم تكون الحرقة الإضافية كمان مقبرة جسمه كل دي مفاهيم وكل دي تفاصيل مهمة جدا لازم الناس وهي بتتكلم عليها تاخد بالها من المعايير دي هو مش مسألة واحد زاد واحد يسوي اتنين ليه الايفاب بيطلع التوضحات دي الايفاب بيطلع التوضحات دي نتيجة ان دايما بيبقى فيه تساؤلات واستفسارات عديدة بتروح لمجلس الاتحاد الدولي نتيجة لعبات جدلية بتحصل في الدوريات في البطولات المجمعة ما بين بطولات أوروبية أو بطولات إفريقية أو بطولات أسيوية دايما الايفاب بيكون حريص على التوضحات ليه حريص على التوضحات؟ عشان دايما الناس تبقى عندها الجديد ودايما بيبقى فيه جروب خاص بالحكام اللي شاركوا في كاس العالم المحاضرين اللي موجودين في الفيفا عشان التعليمات دي توصل لكل الناس وانا فاكر وقتها في 29 اربعة سألت الكابتن تامر دوري هل التعليمات دي الناس في واصل بتشتغل بيها؟ قال لي بتاخد وقت على ما بتوصل لأن الناس هنا بتديش محاضرات وللأسف معظم الناس اللي بتطلع بدون ذكر أسماء عشان ما حركش حد مش واخد كورسات أو واصل لليفل معين إنه يبقى محاضر أو خبير تحكيم والملف ده أنا هتكلم عليه قريب جدا لأن فيه كلام خطير جدا متعلق إنه فيه ناس بتطلع في التحكيم ليسوا خبراء ليسوا خبراء عموما العشر ثواني اللي كلمتوكوا عليها مهم جدا برضو كنتعرضها لنرده معاي تعالوا نسمع ونشوف الكابتن تمام حمدون قال إيه في عشر ثواني لخص بيها الأداية التحكيمي في مطش الأهلي والترجي الحكم لم يؤثر على نتيجة المباراة نهائيا جميع قرارات الحكم بسلسنا حالة الطرد طبع حالة الطرد كانت على لاعب الترجي لذلك لم تؤثر على نتيجة المباراة أعتقد عشر ثواني فيها ملخص لكل شيء الحكم لم يؤثر بل هناك كارتة أحمر وطرد للعب الترجي التنسي فاصل ثم نواصل